السلامة شاء الله تكونوا بكلكم ألف ساحة وبخير اليوم كلا عادة اجيدكم فيديو جديد وبواصفة جديدة اليوم عشان لما بعضنا روس تونسي بعصبان الدجاج وقالة بالعصبان الكذاب كما يسميوه لنا كما تشوفوا المكونات نستحفقوا بتبيع العصبان لنا عندي ادايا روس نستعمل النوع هذا بالنسبة اللي عيشوا في ألمانيا ناخو فيه من ليدل يجيني معناه كل كعبة وحدها وبنين على الاخر لنا عندي زيت زوز مغارف كبار رتمات المعجونة وبالنسبة للخضرة عندي سفناريا بطاطا آآ باصلة كبيرة آآ ذو مقرون فلفل آآ شاقيتهم في اثنين وملحتهم لنا عندي زوز سلات ثوم بالنسبة للفاحات نستحقوا ملح كوركم فلفل احمر تابل وفلفل فلاكحل ذو ما هما للفاحات استعملت آآ مغارفة صغيرة هذي كما تشوفوا فيها مايش مغارفة متع قهوة وآآ جز كل فلفل فلاكحل استعملت معناه يشتغل مغارفة صغيرة والملح استعملت ثلاثة مغارف صغار من من هذي نفقية الكل استعملت مغارفة مغارفة نبدأ مع بعضنا في طريقة التحضير نبدأ مع بعضنا في طريقة التحضير نبدأ مع بعضنا في طريقة التحضير لان كما تشوفوا اول حاجة عملتها اختيت المقفول مدى حتيت فيه كمية باهية انتع زيت لنا الزيت آآ حسب الرغبة تحبوا تستعملوا زيت زيتونة ولا زيت نباتي انتو ما وشنو هتحبوا الحقيقة لنا استعملت آآ زيت نباتي وبتبيعة حتيت غرينت الفلفل يتقليه الحقيقة ديما في الحاجات اللي تتاكل بالمغارفة ديما نحبذ اني نعمل الفلفل وإلا نقليه ملول بالكل باش يسايب كل فيحة متاعه في وسط المرأة قولنا كما تشوفوا الفلفل سيكمل تقليته باش نطلعوا وباش نوريكم بعد في بقية المراحل شنو عملت طيب بعد ما طلعت غرينت الفلفل كما تشوفوا الزيت اللي حتيته ملول معناه لونه تبتل على خاطر قليت فيه الفلفل ولنا اختيت البصلة اللي قلت لكم عليها ملول لنا اختيت بصلة متوسطة قسيتها كما تشوفوا لا يجويدة برشة ولا يخشينة برشة قسيتها على شكل متوسط على شكل ذاك ولنا زيته باش نعمل آآ سنتين ثوم كما تشوفوا باش نقصهم بساكينة مش باش نفرمهم وإلا باش نرحيهم خاطر آآ الكمية معناها آآ صغيرونة وبتبيعة بعد باش نضيف التماتم نضيف لفاحات الكل لنا كما قلت لكم عملت آآ مغرفتين كبار آآ تماتم معجونة باش نضيف لفاحات اللي قلت لكم عليهم ملول بالكل اللي هما ملح ملح بطبيعة حسب الرغبة استعملت كوركم فلفل اكحل فلفل احمر فلفل اكحل وطيب لذوم هما لفاحات بالنسبة للروس وفي الحرورية آآ اتناج مزيدة تضيفوا هريسة عربي وإلا تعملوا آآ معناها الحرورية انتو ما وشونو هتحبون ولنا دوم ما حتيت لفاحات وقالا دوم ما ضفتهم للتماتم داي لنا باش نزيد آآ شوية ماء كما تشوفوا الكمية اللي حتيتها معناها صغيرة بالكل باش باش تماتم دانا ما نخليوهايش تتقلى آآ مع الزيت وكي ما تعرفوا التماتم مع الزيت آآ مايش منصوحة بيها ومايش صحية باك عليش دي ما نحبث اني نحط شوية ماء مع المعطمات ممكن جي نقليها باش نخليها تتقلى حتى بين تشربك الموية ذاكا شوية ولنا في الآثناء اختيت كعبة العصبان متى لنا نقبطهم بابرة آآ من مشيرتين لنا ضروري العصبان نقبوه مشيرتين باش كين طيبوه يسيب معناها في حمطية وفي وسط المرق وكيف كيف المرق معناها يتفوح بالعصبان انا كما تشوفوا بيها المرقة متانة والسوس متانة آآ هكا دوب ما شربت شوية الماء وإلا نشحت شوية من الماء باش نمرقها وباش ندخلها بقية المكونات اول حاجة بتبيع دوب ما نمرقو نحطو العصبان وحاجة اخرى يزم كين نمرقو ماذا بينا نحطو الكمية الكافية متاع الماء اللي باش طيبنا الخضرة الكل معناه اللي باش نحطوها والعصبان ولا الجاج زادة كمش تحطو او كتقروا حسابكو لان كما تشوفوا الامراق المطاري للروز الثانية跟大家 قاعدة يغلي على روحه يغلي على روحه وليك مالكب وفي الاثناء اخذت كمية الروز اللي باش نطيبها وآلا باش نفورها لان الروز باش نفوره مانيش باش نطيبه في الماء ولا باش نحطوه في الكوشة وهي الطريقة اللي دي ما نعتمدها ويجيني مانا يكلت كعبة واحدة او لحاجة حتيت الكمية اللي باش نناكلوها وإلا باش نستعملها لان حتيت حسب تقريب كثة متجرام كما تشوفوا بعد ما حتيت الكمية ذيكا حتيت معناه كمية باية متعامة ولان الكمية ذيكا كما تشوفوا ناحيتها بالبسها فيه والروز متها عود رجعته للتنجرة لانه بش نعود نكرر نفس العملية معناه في كل مرة نحط ماء جديد ونخلط بالباية الروز بش نتأكد اللي الكعبات معناه تنحع منه من الشي قدر الامكان والعملية ذي بش نعملها ثلاثة مرات على خاطر الروز يبدأ فيه كمية متعامة شي باية لانه كما تشوفوا الماء مازال ابيض معناه الروز متاعي معناه متصفيش بالباية وقلا متنحعش منه كمية نشي ولانه كماريت وذيه اخر مرة بش نحطو الماء لانه بش تشوفو الروز متاعي معناه معادش لونه ابيض وانه الماء متاع الروز لونه متاعي معادش ابيض دانك سافا بش نصفيه لانه اخر مرة وبش نخليه شيح في الهواء وكي نحطو يفور ماذا بينا يبدأ شيح ما يبدأش مبلول ولانه فرد وقت المراقم تانا متاع الروز كما تشوفو فيه عمل غلوة حكاية ربع ساعه وملي هو يغلي توبش نضيف السفناريا كما تعرفوا السفناريا اللي لازم نحطوها في المرحلة اللولة متاع التياب على خطرها كاس حشوية وتاخو اكثر وقت في التأتيب اكثر من الخضرة الاخرى لانه كما تشوفو في المرحلة هذي السفناريا ملي حتيتها خليتها عملت غلوة متاع ربع ساعة توبش نضيف البتاتا على فكرة انتوما كان بش نضيفو الحمص يبدان يضيفوهم على العصبان على خاطر كما تعرفوا الحمص يبدأ كاسح اكثر من سفناريا واكثر من بطاتا معناه دوم ما تحطو العصبان تحطو الحمص متاعكم يتيب لانه حتيت البطاتا متاع شقيتها في اثنين وبش نواصل عملية التأتيب انه كما تشوفو بش نحط الروز متاع يفور دوم ما حتيت البطاتا الروز متاع دجاشيح كما تشوفو فيه ما عادش مبلول مش نحطو يفور لانه من غير حتى شاي لا زيت لا ما لا ملح لا فلفل لكحل معناه من غير حتى شاي مش نحطو يفور حكاية اربع ساعة اربع دراج بتبيعك يطلع البخار الفوق وقت هنعرفو اللي روز متاع نتفور التفيره اللوله وتو كما تشوفو داي روز متاع بعد ما عمل التفيره اللوله لانه حسب التقريب بقعد لي حكاية اربع ساعة من اللي فور لي معناها وتو بش نواريكم شنو بش نعم في المرحلة هذه على فكرة الروز حطته معناه يفور على النار قوية كما تعرفو الحاجة ما تفور لناش على النار واتية ردوا بالكم في الحاجة هذي ورى النساقح هذومة دي ما نعطيهم للمبتدئين وللي يحبو هكاية على المتطيبة وكن نعطيكم النساقح الكل ولنا كما تشوفو ضيفت له كمية باهية متاع ماء ما يسخون يزمو يكون يحرق بش الروز متانا وإلا كعبة الروز معناه يتيب لنا بكل ما ذاكا لنا بش نغطي عليها نخليها حكاية الدرج حتى لوين الماء ذاكا يشربوا الروز الكل ولنا بش نحاول نحطو يفور التفيرة الثانية على فكرة الروز يزمو يتفور ثلاثة مرات على خاطره يبدأ كاساحا شوية ومنخليوش برشا يفور معناه متخليوش اكثر من المدة متاع ومثلا دوما تراول بخار تلع في التفيرة الأولى والثانية والثالثة كيف كيف بش يجيكم كل كعبة ومجيكمش ملبس وبتبيع لنا روز متانا بش نخليه يفور في عقلو ودوما يفور لنا كما تشوفو دوما يفور لنا بش نحط معناها نسقيه بالمرق لنا بش نسقيه بالمرق منيش بش نسقيه بالماء انتو ما على فكرة كن تحبو معناه تسقيطين اللولانين تسقيوه مثلا بالسوس نجمو توليو معناه ملول بالكل تعملو كمية باهية متاع مرق معناه تقرأ وحسبكم في الماء وتسقيوه المرة الأولى والثانية والثالثة بالمرق او كعينكم ميزانكم الحقيقة لنا نحبظ ان المرة الأولى نسقيه بالماء والمرة الثانية نسقيه بالمرق هو والمرة الثالثة لنا كما تشوفو حتيت الكسكيس متاعي بش الكافة ما خضره ولا حاجه ما تيح لناشم بعد نقعد ومعناه نفرزو فيها ولنا بش نسقيه في كل عادة دوبما نحط المراق معناه نخلطه شوية هكا ونغطي عليه بش اللباخ يرجع عليه ويطيب لنا الكعبة موسيقى ولنا هذا الروز متاعي كما تشوفو فيه لونه بتاوي تبدر معناه معاد شاكلي أبيض خاطره تسقاب كله بالسوس لنا بش نحاود نحطه يفور معناه اخر تافيرة وإلى تافيرة ثالثة وبتبيع الخضره متانه في الاثناء قعده تتيب على روحك والسفنيريا وإلى البطاطا لحقيقة لنا كتفيد جزء بالسفنيريا والبطاطا انتو ما تنجموا تزيدوا اللي تحبوا نجموا تزيدوا حمص نجموا كعبة بصل تضيفوها الحاجه هادي تقعد لكم حاسب الرغبة ولنا بتبيع روز متاعيكه وكتاب كيف كيف المرقدي ما تشوفو فيه معناه ولا شوية بالكل معناها اذيك الكمية الكافية اللي بش تسقينا روز متاعنا وبتبيع لنا بش نسقي الروز متاعنا على فكرة بش نوريكم لنا حبيت نوريكم معناه بالعانيكي قعد نسقي فيه بش شوفوا كي ما تشوفوا معناه العصبان اللي تسق لا سال له حتى شي على خاطر دي ما يجيوني تعليقات بالنسبة للعصبان في الخاطرة عملتوا معناه في البابياسولوفان اسكو يلسق اسكو يلتحرق اسكو كذا معناه اللي بنا حبيت نوريكم كي ما تشوفوا فيها العصبانة معناه حافظت على الشكل متاحة ما صار لها حتى شي وتو تشوفوهم بعض في اخر الفيديو كي بش نحلها معناه ما فيها حتى شي بش تزيدوا تتأكدوا وتعرفوا اللي معناه الطريقة متاعي سحية وبتبيعة واحد معناه ما يعمل حاجة وإلا ما يعطيها لكم كما تكون لكن ما يكون متأكد منها الف بالمية مش مية بالمية وبهاك نكون وصلنا لآخر الفيديو متانة كي ما تشوفو هذي سحية الروز متانة بعد ما حتيته في طبق تقديم لنا حتيت معه شوية بطاتة شوية سفنيرية ولنا كيف كيف بش نوريكم العصبانة كيف كان معناه الشكل النهائي متاحة من اللي طيبتها للي كملت ما شاء الله لتحلت لتفردت وكيف كيف للسقط اللي معناها في قاعة تنجرة بش تعرفوا ان وصفة بنينة على اللخر لنا العصبانة حليتها كل خيوط من اللول ونحيوهم وبعد العصبانة متاعنا نحلوها ديريكت في السحن ونحطوها على فكرة جيت وصفة بنينة بنينة على اللخر وصفة سهلة تفكرنا في رحة البلاد وبالأخص بنينة برشا قد منقول لكم بنينة وشوية اذي وصفتنا كنت لليوم شاء الله تكون عجبتكم ونلتري ذاكم كان جربتوه عجبتكم متنسيش بش تحطولي في التعليقات وتوم بقريكا مش نقول لكم بسلامة في امان الله وان شاء الله ملتقانا في وصفات اخرين